اشتركوا في القناة خاضت ثورة الحادي عشر من فبراير وكانت مظاهرات المهجرين قسرا قد كرست فكرة التظاهر والمسيرات في الخيال الشعبي وفي ذات الاماكن التي انطلقت منها الثورة لم تختفي ملامح قاسم وتقاسيم وجهه ونظراته الحادة والدقيقة مثابرته وكفاحه وهو من المناظرين الذين مشتوا شوارع صنعاء مع الناشطة الحائزة على جائزة نوبل توكل كرمان ضد الاستلاب الاجتماعي والتهجير لتأتي ميليشيا الحوثي وتحول اليمن الى جعاشنا كبرى انطلق قاسم الى مأرب كثائر جمهوري لمقاومة الانقلاب باعتباره واحدا من اهل اليمن الذين اهدرت الامامة ومفهوم اهل البيت حقهم التاريخي في ان يكون لهم وطن وبلاد لا سيد فيها الا القانون كان جيل الشباب يحتاج الى عمل ما يربط هذا الجيل بالتراكم الجمهوري الوطني فكانت ثورة فبراير بداية الاتصال الثوري بسبتمبر عندما حضرت سبتمبر برموزها واهدافها ضمن خطاب فبراير وشعاراته جيل الشباب الذين من بينهم قاسم سامعوا عن يمن ما قبل السادس والعشرين من سبتمبر عام 1962 من اجدادهم ومن المرويات ويعيشون الاعادة المكثفة لتلك المرحلة السوداء في السنوات الثلاث غادر قاسم الحياة ولفظ انفاسه الاخيرة في صرواح مع الجيش الوطني في مواجهة الانقلاة الذي اغتال حلم سبتمبر وفبراير وحق اليمنيين في التغيير ليدون اسمه ضمن الخالدين في سجل الكفاح الجمهوري الجديد والمتجدد اشتركوا في القناة